بعد موجة الغضب التي أثرها هذا الشريط المصور قالت شرطة برلين أنها ألقت القبض على الرجل الذي ركل الفتاة على ظهرها وسقطت على الدرج في محطة متر الأنفاق في برلين وذكرت الشرطة أنها اعتقلت الرجل البالغ من العمر 27 سنة لدى وصوله إلى محطة الحفلات في منطقة شارلو تومبرغ وسبق لسلطات الألمانية أن أعلنت عن تحديد هوية هذا الشخص دون تقديم معلومات حول بيانته الشخصية فيما تنقلت وسائل إعلام أنه مواطن بلغاري ورجحت مغادرته لألمانيا المادة المصورة من كاميرات المراقبة في ضحية نيو كولون نشرتها الشرطة الألمانية